بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية المتوسط للصف الأول متوسط لمادة العلوم حتى نستفيد سويا من الدرس هناك قوانين للتعلم عن بعد سوف نتفق عليها أولا أبحث عن مكان هادئ ثانيا أجهز جهاز الحاسوب أو الجوال للاستعداد للدرس كذلك أطلب المساعدة لتشغيل الجهاز والحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق أجلس جلسة صحيحة أجلس حتى انتهاء وقت الحصة كذلك أستمع لكلام المعلم عندما يتحدث وبعد الانتهاء من الدرس أرتب أدواتي بالحقيبة درسنا لهذا اليوم هو الثديات درسنا لهذا اليوم هو الثديات الهدف العام أن يتعرف الطالب على عالم الثديات الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب أسماء بعض الثديات أن يذكر الطالب خصائص الثديات أن يربط الطالب الثديات بمساكنها أن يقارن الطالب بين الحيوانات الثدية والغير ثدية كذلك أن يذكر الطالب فوائد الحيوانات الثدية في حياتنا يوجد لدينا هنا عزيز الطالب مجموعة من صور للحيوانات الثدية الصورة الأولى صورة الأرنب الصورة الثانية صورة الزرافة الصورة الثالثة صورة خروف هذه الحيوانات تعتبر من الحيوانات الثدية ما هو المقصود بالثديات أو ما هو تعريف الثديات تعرف الثديات بأنها الحيوانات التي تلد صغارها تلد صغارها ويغطي الشعر أجسامها وتوجد لديها الغدد الثدية في الإناث حيث تقوم الإناث في جميع أنواع الثديات بتغذية صغارها بالحليب الذي تفرزه الغدد الثدية الذي تفرزه الغدد الذكي الثدية عفواً الذي تفرزه الغدد الثدية تعرف الثديات بأنها تلد صغارها ويغطي الشعر أجسامها وتوجد لديها الغدد الثدية في الإناث حيث تقوم الإناث في جميع أنواع الثديات بتغذية صغارها بالحليب الذي تفرزه الغدد الثدية يوجد لدينا في هذه الصورة صورة بقرة تقوم بإطعام طفلها وذلك بإرضاعه بالحليب صورة لبقرة تقوم بإرضاع طفلها أو صغيرها بالحليب الصورة الثانية صورة ناقة تقوم بإرضاع صغيرها وذلك بإطعامه بالحليب كما ذكرنا سابقا في تعريف الثديات يغطي جلدها بالشعر يغطي جلدها بالشعر مثال على ذلك الأبقاء كذلك يغطي جلدها الصوف مثال على ذلك الأغنام كذلك يغطي جلدها بالفرو السميك مثل الدببة يغطي جلدها بالفرو السميك مثل الدببة إن الثديات لها درجة حرارة ثابتة لدى الثديات درجة حرارة ثابتة فهي تحتفظ بدرجة حرارة أجسامها حتى مع تغير درجة حرارة الوسط الذي تعيش فيه تتميز الثديات بأن لديها درجة حرارة ثابتة لأجسامها تستطيع المحافظة على هذه الدرجة حتى مع تغير الوسط الذي تعيش فيه النشاط الأول صل بين اسم الحيوان وصورته في هذا النشاط يوجد لدينا مجموعة من أسماء الحيوانات على يمين السبورة وفي يسار السبورة توجد لدينا مجموعة من الصور سوف نقوم بإيصال الاسم بالصورة المناسبة والصحيحة له الاسم الأول البقرة الاسم الأول البقرة هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على صورة البقرة؟ أحسنت بارك الله فيك نقوم إيصال هذا الاسم بالصورة المناسبة والصحيحة له الاسم الثاني وهو الخروف هل تستطيع عزيز الطالب إيصال الاسم بالصورة المناسبة والصحيحة له؟ أحسنت بارك الله فيك الاسم الثالث وهو الحوت هل تستطيع عزيز الطالب إيصال أو إيجاد صورة الحوت؟ أحسنت بارك الله فيك الاسم الرابع الجمل نقوم بإيصال الاسم بالصورة المناسبة والصحيحة له كذلك اسم الأسد نقوم بإيجاد صورة الأسد والاسم الأخير الفين نقوم بإيصال هذا الاسم بالصورة المناسبة والصحيحة له كما تشاهد عزيز الطالب يوجد لدينا مجموعة من أسماء الحيوانات قمنا بإيصالها بالاسم المناسب والصحيح له كذلك تعتبر البقرة والخروف والحوت والجمل والأسد والفيل من الحيوانات الثدية تعتبر هذه الحيوانات من الحيوانات الثدية جميع الحيوانات الثدية تمتلك أسنان جميع الحيوانات الثدية تمتلك الأسنان والتي خلقها الله بما يتناسب مع نوعية الطعام يوجد لدينا نوعين من الثديات آكلات اللحوم وآكلات الأعشاب إذن جميع الثديات تمتلك الأسنان والتي خلقها الله تعالى بما يتناسب مع نوعية الطعام التي تتناولها يوجد لدينا هنا صورة لجمجمة البقرة صورة لجمجمة البقرة تحتوي جمجمة البقرة على مجموعة من الأسنان القواطع والتاب وأضراس أمامية وأضراس خلفية كذلك أضراس أمامية وخلفية في الفك العلوي كذلك الأسنان عند آكلات الأعشاب تحتوي على ضروص طاحنة وقواطئ نموذج لجمجمة الحصان نموذج لجمجمة الحصان الأرنب والبقرة والحصان تعتبر من الثديات الآكلة للأعشاب الأرنب والبقرة والحصان تعتبر من الثديات الآكلة للأعشاب كذلك الآكلة للحوم مثل الكلب والأسد والنمر يعتبر الكلب والأسد والنمر من الثديات الآكلة للحوم يوجد لدينا هنا نموذج للأسنان الآكلة للحوم صورة لجمجمة الثالب تحتوي الأسنان أو تحتوي الجمجمة على أسنان الثعلب وهي أضراس خلفية وأضراس أمامية وناب وقواطع كذلك أضراس أمامية وأضراس خلفية في الفك العلوي أهمية الحيوانات الثدية في حياتنا تمنحنا الصوف من خلال الصوف المغطي لجلدها تمنحنا الحيوانات الثدية الصوف كما تشاهد صورة لحيوان أو صورة للخروف قمنا بصنع هذه القطعة من الملابس من الفرو الموجود على صوف هذا الحيوان كذلك تمنحنا اللحوم تمنحنا اللحوم صورة لبقرة نقوم بتناول اللحوم من هذه البقرة إذن تمنحنا الصوف وتمنحنا اللحوم كذلك تساعدنا في التنقل تساعدنا في التنقل صورة لحيوان الخيل هذا الحيوان نستطيع أن نتنقل بواسطة هذا الحيوان يوجد لدينا هنا عزيز الطالب نماذج للثديات النموذج الأول وهو آكلات الأعشاب صورة نموذج للبقرة كذلك نموذج للناقة ونموذج للحصان أما الثديات الآكلة لللحوم نموذج للنمور كذلك نموذج للأسد ونموذج للذياب في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر عسراء استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد